موسيقى السلام عليكم و اهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد انا روبا وفي فيديو اليوم رح افرجيكم فيه كيف رح نعمل فكرتين لش نطلق الميكوب او حقيبة للميكوب فخلونا نبلش اوكي لهذا المشروع رح يلزمنا اول اشي كماش اي كماش متوفر عندك بدك تحطي في بالك انه رح يلزمنا اقماش للجزء اللي من بره للمحفظة وكمان رح يلزمنا اقماش شوي اخاف للبطانة او الجزء الداخلي لهاي المحفظة كمان رح يلزمنا سحابات رح يلزمنا مقص ابرو خيطان ممكن تستخدمي كمان شبر اذا بتحبت زيني ممكن تستغني عنه واخر اشي بنا ماكنات لخياطة وكمان اذا مش متوفر عندك ممكن تستخدمي او تعملي كل شي بالابرة والخيط فهذا كل اشي بيلزمنا خلونا نبلش بالطريقة اوكي لا اول محفظة رح نعملها انا اخترت هذا القماش لحتى يكون للمحفظة من بره وهذا القماش اللي هو اخاف شوي لا يكون البطانة او الجزء الداخلي اول خطوة عندك استخدام المصطرة او متر القماش وقلم التحديد على القماش بديك تحدد القياسات اللي بديك اياها على القماشة وتقصيها طبعا برجى لاليك قداش بدك اياها كبيرة او صغيرة انا هون قصيت زي ما انتم ملاحظين مش مستطيل مايلي هيك شوي والقياسات اللي انا قصيتها 19 سنتي من فوق 27 من تحت و 22 للجوانب وطبعا نفس الشي بالنسبة للقطعة الداخلية فهاي اول خطوة بديك تعمليها ثاني خطوة بنا نعملها بنا نجيب السحاب اللي عندي ونفتحه بعدين رح اخذ قطعة من القماش اللي رح يكون لبره وقطعة من القماش اللي رح يكون لجوه واحطهم على بعض بعدين رح اجيب السحاب والجزء اللي بده يفتح ويسكر من السحاب رح يكون لجوه واحطه بين هدول القطعتين بالشكل التالي زي ما انتم شايفين طبعا السحاب اكثر مما انا لازمني بس مش مشكلة اما بقصه لبعدين او بخلي شوية منه بالشكل التالي وبثبته بداويس لخياطه اوكي بعد ما اثبته باخدها على الماكنة وبخياط هذا الجزء ونفس الشي طبعا رح اعمل بالجهة التانية فرح اعملهم وبرجع بفرجيكم النتيجة اوكي زي ما انتم شايفين ركبت السحاب طبعا بالاخر بنت تتنقلب بالشكل التالي فهيك السحاب من جوه ومن بره بيكون مرتب نفس الشي بالنسبة للجهة التانية طبعا السحاب بيتسكر عندك بالشكل التالي اوكي الخطوة اللي بعد هيك رح اجي افتح السحاب شوي بعدين القطعة اللي من بره مع القطعة اللي من بره رح احطهم على بعض بالمكلوب طبعا يعني الجزء اللي رح يكون من بره رح يكون لجوه ونفس الشي بالنسبة للقطعتين اللي من جوه رح ينحطوا على بعض بعدين رح اوخدها على الماكنة واخيط كل الداير وبالكماشة طبعا الجزء الداخلي من تحت رح اترك فتحة صغيرة لحتى اقلبها منها بالاخر فرح اعمل هذا الحكي على الماكنة وبرجع بفرجيكم النتيجة طبعا اذا ما عندك ماكنة بدك تستخدمي الابرة والخيط لتعملي هذا الحكي اوكي زي ما انتو شايفين خيطت كل الداير وتركت فتحة بالجزء اللي من تحت قبل ما اقلبها رح ارجع اخدها عن الماكنة كمان مرة بس هالمرة رح اخيط الجوانب او الكورنرز من تحت بزاوية يعني بالشكل التالي هذا الجزء رح اخيطه كمان نفس الشي من هون ونفس الشي بالنسبة لللي من تحت فرح اعملهم على الماكنة وبرجع بفرجكم اوكي وهيك زي ما انتو شايفين بكون عملت الجوانب رح اقص شوية من الاطراف بالشكل التالي قبل ما اقلبها نفس الشي من تحت طبعا الجزء الرابع ما اعملته رح اعمله بايدي لو كنت تارك الفتحة بالجنب كان لازم تعملي هذا الجزء كمان على الماكنة بس بما اني كنت تاركته فتحة مفتوح فرح اعمل الجهة الرابعة بايدي الخطوة اللي بعد هيك اني رح ابلش شوية شوي من فان الفتحة اللي انا تركتها اقلب فيها شوية شوي وطبعان زي ما حكيت القمت كنت تاركى السحاب مفتوح لحتى اقدر اطلع الجزء اللي برا كمان فمهم انك تتركي مفتوح لحتى تزبط معك بالآخر بيضل علي الجزء اللي من جوه انه يتسكر بس قبل ما اسكره بدي اضبط الكوران فبأي قلم او مصطرة او اشي رفيع تقدري انك تزبطي فيه ممكن تستغليه زي ما انتو شايفين الجزء اللي خيطته يعطيها هيك من الجوانب زي حواف مرتبة اكتر ناس الشي بالنسبة للجزء اللي من جوه اوكي اخر خطوة عندي بتضل اني اسكر هذا الجزء اللي مفتوح بابروخات على ايدي اوكي وهيك بكون سكرت الجزء اللي كان مفتوح وبدخلها بجوه الجزء اللي براني فهيك من جوه زي ما انتو شايفين ومن بره هيك شكله وطبعا السحاب لحتى اتسكريها اوكي للفكرة الثانية لحقيبة المكياج رح استخدم هذا الكماش من بره وقصيت منه قطعتين وهذا الكماش زي ما انتم لاحظين شوية خفيف فعشان هيك قصيت قطعتين فيوزوبل فليس بس لحتى اكويهم عليها حتى تطير ماسكة اكثر وهيك اخمل شوي كمان قصيت اللي بتانا من جوه للحقيبة هذا الكماش وكمان قصيت منه قطعتين الابعاد اللي انا قصيت فيها 23 سنتي في 37 سنتي وطبعا كل الكماش رح يكون نفس الطول بالعرض طبعا برجع للك اذا انتي بدك تستخدمي هدول القياسات او بدك الشمتة تكون اكبر من هيك او بدكيها تكون اصغر من هيك فحسب قديش انتي بدك الحقيبة هاي تبعتك تكون حجمها بتقصي الابعاد تبعتك كمان رح استخدم هون السحاب الاسود ورح استخدم هذا الشبر حوالين السحاب واول خطوة عندي هون زي ما انتم شايفين القماش تبعي في شوية ثانيات فرح اكوي وكمان رح امسك الفيوزبل فليس واكويهم على القماشة هاي فرح اوخد اول قطعة من الفيوزبل فليس مع اول قطعة من هون واكويهم ع بعض ونفس الشي بالنسبة للقطعة الثانية فرح اعمل هذا الحقي وبعدين بنبلش بالسحاب اول خطوة بدي اعملها بدي اركب السحاب اوكي هيك ثبتت الجهة الاولى وطبعا نفس الشي بالنسبة للجهة الثانية فرح اعملهم على الماكنة وبرجع اوفر جيقهم الناس اوكي بعد ما اكون ثبتت السحاب من الجهتان رح اجيب الشبر اللي عندي واللي بدي احطه على الجهة ما بين السحاب والقماشة ورح اثبتهم باداب بيس لخياطة وبعدين نفس الشي رح اخدها واخيطها من هاي الجهة على الماكنة اوكي بعد ما اكون ثبتتهم بالشكل التالي رح اخدها واخيطها على الماكنة اوكي بعد ما اكون حطيت الشبر اخيطته اللي رح اعمله رح اجيب القطعتان اللي من تحت واخدها على الماكنة واخيطها من الجهة اللي تحت بس هذا الاول اشي رح اعمله بعدين بنرجع بنكمل وبفرجيكم ايش اللي رح انخيطه اوكي زي ما انتوا شايفين خيطتها من تحت الخطوة اللي بعد هيك رح اخلي السحاب يكون بالنص زي ما انتوا شايفين يعني جهة السحاب من هون تتكون بالنص مع التطريزة اللي من تحت وقبل ما اخيط هدول الجوانب رح اعمل التالي رح اجيب الاطراف وبيدي اقص من الطرف شكل مربع زي ما انتوا شايفين ومن الجهات الثلاثة التانين نفس المربع اللي انا قصيته هون فرح استخدم القطعة اللي انا قصيتها لحتى اوزن القياسات اوكي زي ما انتوا شايفين بعدين رح اخدها على الماكنة بس هالمرة رح اخيط الجهة اللي من هون والجهة اللي من هون فرح نخيط هدول الجهتين على الماكنة وبرجع بفرجيكم النتيجة اوكي زي ما انتوا شايفين خيطها وخيطها بحبكة شوية او خطبة غير حت تكون هيك ارتب شوية من جوة الخطبة اللي بعد هيك اني رح امسك الكورنر واخدها بالزوايا تبعتها بالشكل التالي واخيطها على الماكنة ما رح اخيطها كأنها مربع لا رح افتح من عند الكورن بالشكل التالي واخيطها على انها خط مستقيم فرح اعمل هذا الحكي مع كل الجوانب او كل الكورن وهادي اخر خطوة عندي فرح اخيطهم وبرجع بفرجيكم النتيجة زي ما انتوا شايفين خيطت الاربع جوانب بالشكل التالي بضل علي اخر خطوة وهي اني اقلبها وطبعا تركت السحاب مفتوح زي ما لاحظتوا لحتى اقدر اقلبها بسهولة لانه اذا نسيتوا مسكر بصير صعب علي اني اقلبها فرح اقلبها بالشكل التالي وهيك بتصير كأنها زي الصندوق زي ما انتوا شايفين ويعني هاي حجمها تقريبا كبيرا نسبيا لحتى توسع اللي يبدي اياه بس طبعا برجع للك كمان زي ما حكيت اذا بدك انك تعمليها اكبر من هيك وهدول كانوا شنط الميكوب اللي انا عملتهم طبعا مش ضرور تحطي فيهم ميكوب ممكن حتى تستخدميهم لا الاقلام تبعت الولاد الصغار او الوانهم او اغراض حتى اليك ممكن تعملي حجمهم اصغر من هيك او اكبر من هيك برجع اليك فبتمنى ان الفكرة تكون عجبتكم اذا حبيتوا هذا الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك وشير واذا عندكم اي سؤال او اي تعليق او حابين تشوفوا افكار اكثر من هذا النوع ممكن تتركولي بالتعليقات تحت واذا عملتوا هاي الفكرة او طبقتوها ممكن تشاركوهم معي على السوشال ميديا وبتلاكو كل اللينكس بالدسكريبشن باكس تحت واكيد ما تنسوا تعملوا سبسكرايب لحتى تشوفوا فيديو اكثر بشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله باي باي